شاهدين في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الخميس يوم غد الخميس نتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خاصة المناطق الشمالية وأيضا بعض المناطق الشمالية الشرقية وشمال المنطقة الوسطى بسبب تأثر المملكة بكتلة هوائية باردة رسبيا قادمة من الشمال الغربي مع كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب. هذا يؤدي إلى تكون السحب الركامية وأيضا تراكمها وسقوط زخات رعدية من المطر في منطقة المدينة ومنطقة القسيم والمناطق الشمالية من المملكة هذه الأمطار تكون مصحوبة بالبرك والبرد والرعد أحيانا أما يومي الجمعة والسبق فتشتد حالة عدم الاستقرار الجوي يشتد الهطول وأيضا ينتشر ويشمل مناطق أوسع في المناطق الشمالية الشرقية وأيضا حدود مكة المكرمة والمدينة بيكون أكثر وأشد وعواصف رعدية وبرق ومطر ورعد وأيضا بتشتد سرعة الرياح وبتشتد سرعة الرياح الهابطة لكن المناطق التي لا يشملها هطول يكون هناك إثار الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية وأيضا هذه الوضعية نتيجة شدة وغزارة الأمطار أحيانا تؤدي إلى تشكل السيول وجريان المياه في الوديان والمناطق المنخفضة وأيضا إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق خاصة القسيم والمدينة والمناطق الشمالية من المملكة هذه الوضعية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وأيضا ستصل إلى المناطق الشمالية من الرياض وأيضا بعض المناطق حول مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر